وعادت قواتنا الباسل الامنة والاستقرار الى بلدة الحردانة بريف حماء الشرقي وتم خلال تمشيط البلدة وتنظيفها من مخلفات وادوات اجرام العصابات الارهابية على انفاق وخنادق واوكار تحتوي على اسلحة وذخيرة ومواد غذائية صناعة سعودية وتركية كما تم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة المعدة للتفجير كانت مزروعة في مداخل القرية وفي بعض البيوت كما اعادت بواسل قواتنا المسلحة الامنة والاستقرار لبلدات قليبتور وصلبة ومسعدة ومسعود وابو حناية وابو حبيلات وجنوب شرق السلمية بريف حماء بعد القضاء على ارهابي جبهة النصر وما يسمى كتائب الفاروق وبسطت قواتنا الباسل سيطرتها على محطة سلبة النفطية جنوب شرق السلمية بعد ان كانت عصابات جبهة النصر الارهابية قد سارقت تجهيزاتها واحرقت معداتها فيما باشرت الجهات المختصة باعادة تأهيل المحطة